نبقى بأجواء نادي الأنصار اللي أقام احتفال تكريمي لفريق الأشبال لمناسبة إحرازه لأب بطولة لبنان للأشبال عم نشوف أمامنا لقطات من الاحتفال مع رئيس النادي والأجهزة الفنية واللعبين الصغار احتفال تخلى له عرض فيلم مصور عن مسيرة أشبال الأنصار وكلمة لزميل عباس حسن قائد الفريق حسن منصور عم نشوفه أمامنا وكلمة لرئيس النادي نبيل بدر يلي قام بتوزيع دروع تذكيرية على اللعبين والجهاز الفني ودروع تذكيرية أيضا لقنوات الجديد المنار وتلفزيون المستقبل طبعا مع مدرب الأنصار اللي كان موجود بيها الاحتفال بنبقى أيضا بأجواء الأنصار حسته كبيري معنا بالحلقة اليوم الأنصار نظم مباراة جمعة قدامى الأنصار وقدامى ضباط الجيش اللبناني المباراة اجت كتحية للعقيد الشهيد نور الدين الجمل اللاعب السابق بالأنصار وبمنتخب لبنان بحضور عائلة المقدم الشهيد ممثل عن قائد الجيش تبادل للدروع التذكيرية قبل بداية المباراة كان ممثل قائد الجيش أمين سجناد الأنصار اسماعيل محمود ونجل المقدم الشهيد عم نشوف أمامنا مباراة كانت ممتعة بعدهم بين نجوم سابقين من الطرفين نجوم قدامى ضباط الجيش وقدامى لعبي الأنصار انتهت خمسة لتة لمصلحة الأنصار شوفوا من لأسماء علي فقيه عصام أبيسي نازيه نحلي حازم الغور سليم حمزي بلال زغلول جمال طاها مالك حسون فادي علوش فادي حلاء محمد حسن كاريكا بيتر بروسبر كريم نور الجمل ابنه للمقدم أيضا شارك بالمباراة شقيقه نديم أيضا شارك بها المباراة اشتركوا في القناة